لكن بشوف بخلاف مباريات الأهل الأخير أبرز مكسب للكرة المصرية أبرز مكسب للكرة المصرية هو إيه؟ التغييرات اللي حصلت في لجنة الحكام هتقول لي اللجنة هي هي هقول لك يا سيدي مش مشكلة والله الأهم إن رئيس لجنة الحكام السابق وهو الكابتن عصام عبد الفتاح اللي عيد تاني وأقول على المستوى الشخصي بحترمه لكن على المستوى الإداري لا فيه أخطاء كبيرة جدا جدا وما نجحش إطلاقا خلال الفترة اللي فاتت في إدارته لمنظومة التحكيم داخل مصر فهي بشوف مكسب كبير جدا رحيل الكابتن عصام عبد الفتاح هل أنا أصدي مكسب للأهل بس؟ لا والله خالص ده مكسب للكرة المصرية كلها لكل الأندية لأن زي ما سمعنا كده في حوالي حاجة وتسعين شكوى قدام تلاتنبرج الرجل الجديد اللي يعني المناصب بتاعته اختلفت ما بين ساعة والتانية مرة تحد يقول لك ده جاي يطور المنظومة مرة التحد الكرة يقول لك ده جاي مشرف على لجنة الحكام مرة التحد الكرة يقول لك هو هيبقى رئيس لجنة الحكام هو كبتن عصام عبد الفتاح وأخيرا قال لك هو رئيس لجنة الحكام وحيدا بالمناسبة هيكون في حد بيعاونه في اللجنة يعني هيجيبه واحد من الكوادر المصرية في التحكيم عشان يكونوا موجودين معاه في اللجنة هيعاونه شوية وبعد كده حيمشي ويسيب كل الأمور بالنسبة لكلتنبرج اللي كان بالمناسبة عنده اجتماع أول امبارح على ما تذكر أول امبارح مع لجنة الحكام يعني فده مكسب جديد للكرة المصرية في إطار التطوير ممكن ناس من حكامنا القدامة مثلا اللي هم كل الاحترام والتقدير من خلالنا ممكن يكون بيسمعونا دلوقتي يقول لك يا عم احنا عندنا كوادر والله كويس يا عم احنا والله عندنا حكام كويس يقدروا يمسكوا رئاسة لجنة التحكيم هقول لهم يا جماعة والله أنا متطفق معكم جدا بس للأسف الشديد الكابتن عصام عبدالفتاح مؤخرا انتباع سيء قوي قوي على الكوادر المميزة اللي عندنا ليه بسبب تصريحاته الجريبة مصطلحاته الأغرب بسبب المكابرة الكبيرة جدا دفاعه مستميطة على الحكام في عزة أخطاءهم كل الحاجات دي بتدي انتباع سيء فالمرحلة دي بالتحديد كانت محتاجة واحد أجنبي خصوصا لما يكون زي كلاتنبرج نجح في تجربته في اليونان وشفنا أبرز دليل على كده مطش زي ماليكو بيراميدز كان حكام يوناني مميز قدر بشكل جيد إلى حد ما شفنا في السعودية زي التطور اللي حصل في مستوى حكام الأشقاء السعوديين كان كلاتنبرج أيضا موجود فعنده تجرب نجحة فبصراحة هي خطوة كويسة من اتحاد الكور يعني هي خطوة كويسة زي ما منتقد اتحاد الكور في بعض الأحيان لكن لما يكون في خطوة كويسة لازم نشد بيها وهي دي الموضعية بالمناسبة مش مجرد هجومه خلاص لا فيه أسباب للهجوم وفيه أسباب للإشادة فطالما جي الراجل ده فده التوقيت المناسب وإن شاء الله بإذنه حينجح بس هو محتاج إيه بقى محتاج إيه محتاج تكاتف ومحتاج مساندة من المنظومة كلها حكام لجنة حكام وحكلم عن لجنة لعبين أجهزة فنية مسؤولي أندية جماهير إعلام المنظومة دي كلها لازم لازم تتكاتف عشان الراجل ده ينجح لأن وارد قوي تشوف مؤامرات خلال الفترة اللي جاي على الراجل ده من من هم محسوبون على منظومة التحكيم في مصر من الوارد عايزين نتفادى الكلام ده نسيب الراجل يشتغل يشتغل صح منته الصرامة والراجل ده واضح أن شخصيته قوية عجبني قوي قوي أن في اجتماعه مع لجنة حكامه دي معلومة مؤكدة تطرق لي لعبة بيرسي توف ومورات فاركو الهدف اللي لغام حمود عشور اللي رجع بعد كده كابتن عصام عبدالفتاح كافؤ كافؤ بالتواجد في مباراة بيرامدز والمحلة في الجولة التالية على طول لمباراة الأهل وفاركو كحاكم فار برضو اللي هو بيقول للأهل يا جماعة انتوا يعني طلعتوا بيان انتوا يعني شايفين راجل غلطان لا هو مش غلطان فعندن في الأهل رح حطه في مباراة بيرامدز والمحلة كحاكم فار وده كان سبب رئيسي مش أصدي على القرار ده لكن أنا أصدي على الأسلوب ده تعكبتن عصام عبدالفتاح كان سبب رئيسي في المستوى الرديء اللي كنا بنشوفه من حكامنا المصريين رغم انهم ممكن يكون عندهم ممكانيات كويسة بس محتاجين اللي يشتغل معهم ويتورهم ويصحح لهم أخطائهم مش محتاجين اللي يدفع عنهم حتى في الغلط وده اللي كان بيحصل ووصلنا للمرحلة دي للأسف الشديد يعني فبالتالي كلاتنبرج اعترف قال في اجتماعه مع اللجنة قال لهم يا جماعة هدف برسيتاو صحيح لما تسأل على الحالة دي وقال ان الخطوط بتاعت الفاركة محطوطة بشكل خاطئ وهدف صحيح بنسبة 100% فان الراجل يكون مثلا بيعترف او دي تكون بداية انهو حيكون واضح الصح صح والغلط غلط فهو ده المطلوب لان بالمناسبة يا جماعة ما فيش حد ما بيغلطش هو طبيعي تغلط هو العيب انك لما تغلط ما تعترفش بغلطك والعيب انك لما تغلط او حد من حكامك يغلطه تسنده وتوافقه على الغلط ده فعمرك ما تصحح كده لكن لو ده هيكون اسلوب تلاتنبرج في ايا كان ايه هي المباربة للأهل للي تزمالك لإسماعيلي البر اي حد انه هيكون فيه وضوح وهيكون فيه اعتراف بالاخطاء اذا بالتالي هتلاقي تطوير ليه لان الاخطاء اللي زي دي تتعرض للناس في المحاضرات وتتصحح فبالتالي تاخد بالك منها بعد كده من الحاجات المهمة اللي ركز عليها كلاتنبرج في اجتماعه مع لجنة الحكام هي ايه هي حتة الفار وبروتوكول الفار مش روح البروتوكول انسى روح البروتوكول دي مش موجودة اصل انسى المرحلة دي كلها لكن احب نتكلم دلوقتي على بروتوكول الفار بس الرجل اللي تكلم قال يا جماعة فيه سلبيات في الموضوع ده من الدقائق عشان لما بيتواصلوا مع الفار ياخدوا قرار تمام فبالتالي ده اوديسة البية كبيرة جدا لازم انه هو يشتغل عليها خلال فترة الجاية وهو ده اللي اكده خلال الاجتماع فيه حاجات كتيرة جدا رغم ان الفار موجود عشان يصلح لكن للأسف فيه ازمات بتكتر وبتزيد وده عكس اللي كان بيتخيله البعض فنأمل باذن الله ان كلاتنبرج يقدر يقود منظومة التحكيم لمصر في اتجاه التطوير باذن الله تعالى ومحتاج مساندق من الجميع دي جزئة مهمة قبل ما اطلع الفاصل سريعا حد كان بيتكلم دايما يقولك طيب يا جماعة اللاجنة لازم تمشي اه متطفق معك فيه بعض الاسماء القليلة جدا اللي محتاجة تعديل في اللاجنة ومؤكد انه هيحصل تعديل في اللاجنة بالمناسبة لكن فيه اسماء تانية موجودة اللاجنة دي بتبقى مكونة من حوالي 17-18 عضوي يعني عكس قبل كده زمان قبل الفار كان حوالي 6-7 اعضاء في اللاجنة بس فيه ناس تانية موجودة في اللاجنة دي اصلاً مكنش ليها دور الكابتان عصام عبدالفتاح مكنش ميديهم اي دور هما الناس كانوا موجودين بيقبضوا بس تقريباً يعني مع كامل احترام يعني او حتى لو بيكلفوا بأي ادوار بتبقى حاجة هامشية لا تذكر فما تحكمش على بقية اعضاء اللاجنة او معظمهم يعني من غير ما يكونوا اشتغلوا كان فيه تهميش ليهم وكان موجود الكابتان عصام عبدالفتاح مع الكابتان احمد ابلعيل اوما اللي بينصقوا عن طريق الواتساب يقولك الحاكم ده ابلعيل يحط تصور لتاكم الحكام لأي مطش يبعدوا للكابتان عصام عبدالفتاح الغير متفرغ في هذا التوقيت يوفقوا عليها ايه ما يعدك ده كان اللي بيحصل لجماعة بالزبط فخلينا نشوف ان شاء الله بإذن الله ان الفترة اللي جاية تكون افضل في التحكيم المصري